موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي ودبلائي وحبيب الحقيقة دي مش مسالة شكر لانه انتو اصحاب القضية مش انا مش شخص المتوقف وانما دي رسالة امتناني انا حابب اعبر لحضراتكم عن ماذا امتناني وتقديري شهدته وشهدوا العالم كله من موقف غير مسبوق لحضور غير مسبوق بوعي غير مسبوق باصرار غير مسبوق على الدفاع عن لقابة المحامين لما المحامين تيجي في يوم عاصف بارد من اقصى الصعيد ومن اقصى الشمال ومن اقصى الشرق ومن اقصى الغرب من اجل ان يكونوا قبل السامنة صباحا ده شيء الحقيقة مذهل لما المحامين بدون دعوة بدون تحريط بالعكس احنا في رسالتي اللي ارسلتها قبل الجلسة قلت لحضراتكم ارجوكم ملاش التوافد الكبير فرض الحضور مش فرض عين انما فرض كفاية وانا كنت حاسس انه مش عايز اولا احمل المحامين اعباء ومشقة وترك اعمالهم من اجل الحضور في الجلسة يمكن ان اخذرها عشرات او مئات تنوب عنهم لكن المحامين اصرت على الحضور واصرت على الحضور وثابت اشغالها وثابت اعمالها وثابت منازلها في اوقات باردة وفي اوقات متأخرة من الليل من اجل ان تصل صباحا علشان تبقى امام قاعة المحكمة ده شيء يظل دين على ظهري انا احمله لكل المحامين من الذين قدروا نقابة المحامين وسندوا نقيب المحامين الامر الاخر انه بأكد لحضراتكو انه كل جملة التهى في مرفعيتي امام المحكمة مستلهمة منكم مستلهمة من ارادتكم مستلهمة من حواركم مستلهمة من اصراركم على الحفاظ على نقابة المحامين انا مكنتش رايح اترافع في جنحة قتل خطأ ولا اصابة خطأ ولا ارتكاب جرم من ما في قانون الاقبات انا كنت رايح علشان اثبت حق نقابة المحامين في ان تكون سيدة جدولها وان تكون سيدة موقفها وقراراتها وان تكون نقابة المحامين قادرة على حماية ابنائها وقدر ايضا على وضع السياج المنائم للحفاظ على ما هو موجود الان من مكاسب ومن معطيات لصالح المحامين الحقيقة مرة تانية انا مش بشكر المحامين انا ممتن من حضور من هذا الحضور المبدع العملاق هذا النظام هذا الاصرار هذا التعب هذا الاصرار انا بعتذر فقط اني ما صافحتش كل الناس وكان نفسي اصافح كل المحامين لكن الحقيقة الحضور الكثيف منعني ومنعهم ان نلتقي من اجل المصافحة لانه يعني قد يكون الكثافة العددية حائل لكن انا بوعد حضراتك ان انا هاجي مقاراتك وهاجي غرف المحامين وامر على النقابات المختلفة من اجل ان اشكر كل المحامين الذين جاءوا والذين ايضا صمدوا في مواقعهم لانه من لم يحضر ليس اقل شأنا من من حضر من بقي في محكمته بقي لكي يحضر عن زملاء الذين حضروا فهناك الاف مضاعفة حضرت عن المحامين الذين حضروا معنا في الجلسة ونابوا عنهم في الحضور في جلستهم فهم شاركون المحامين حتى غيرهم الذين اقتنعوا بفكرة الكفاية وليست العينية في الحضور ايضا كانوا يتابعوا ما يحدث في الجلسة دقيقة بدقيقة وساعة بساعة ولحظة بلحظة لا يمكن الانسان ان يستدعي هذا الحماس ولا ان يستدعي هذا الحب ولا ان يستدعي هذا الخوف على نقابة المحامين ولا يصنعه ولا يتصنعه ما حدث من المحامين شيء يفوق اي تصور واي توقع انا لم اتوقعه انا شخصيا لم اكن اتوقع هذا لم اتوقع ان ارى الدموع في عيون المحامين والمحاميات الذين استمعوا لحكم المحكمة والذين تنقلوا هذا الخبر كيف كان اثر هذا الحكم عليهم وكيف كان اثر وقفنا امام المحكمة عليهم ده دين جديد يضاف الى حجم مدينية المحامين لشخص المتواضع انا بصفه واكده لحضراتكم احنا هنلتقي باذن الله لانه احنا خلصنا المعركة الصغيرة في معركة اكبر وان نحافظ على ما نحن فيه ودي مش هتتأتى الا اذا عدلنا قانون المحامية كما هو الان موجود فيه مجلس النواب من اجل ان نشرع الحماية لجداول نقابة المحامين حتى لا يتجرع علينا احد وحتى لا يقفز على جداول نقابة المحامين غير مستحق لا بالعدوان ولا بالاحتلال نقابة المحامين مش ممكن تبقى مرهونة في الدفاع عنها بشخص ولا حتى بمجلس وانما يجب ان يكون القانون ويجب ان تكون المحامات ويجب ان تكون الجمعية العمومية هي السياج الذي يحمي نقابة المحامين هي السياج الذي يحافظ على هذه النقابة الشامخة تحياتي وتقديري وامتناني لكل المحامين ولكل المحاميات لشيوخ المحامين لشباب المحامين لكل الذين سندون من جهات مختلفة ومن هيئات مختلفة من اجل ان نصل الى ما وصلنا اليه ايضا لا يبوز شكر المحكمة على قضاءها ولكن نقول ان الذي حدث اكد ما نؤمن به من ان في مصر قضاء وقضاء وإذا كان هناك قاضي قد اخطأ في حق نقيب المحامين او نقابة المحامين بحكمه فهناك ثلاثة قضاء قد صحهوا هذا الخطأ فهذا يكفي لنا ان نقدر ونسمن هذا الاداء وهذه الرفعة لقضاءنا وللمحامات عاش القضاء مستقلا وعاشت المحامات حرة مستقلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته